السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة روعة الوصفات أحلى وسهلة فيكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اليوم ان شاء الله رح نعمل شورمة بطعم الفحم كتير طيبة ان شاء الله رح تعجبكم خلينا نبلش اول شي بننتبل الجاج ونحطه على الجنب عشان نعمل المتومة حطيت طبعا قطعت الجاجة كلها قطعة صغيرة ووصلتها بالخل واللمون حطيت زيت زتون تقريبا 4 معالج مع هذا المون المفرز حطيت كمان تقريبا 4 معالج من اللمون وحطيت بحدود 6 معالج من اللبن مع 4 معالج من الصلصة وحطيت كمان 3-4 معالج من الخل بشرت بصلة وحطيتها دقيت شوية جوست الطيب طبعا اختياري حطيت شوي مع نتفت قرفة وفلفل اسود ونتفت ملاح حسب الرغبة وحسب الكمية بدي خربتهم مع بعض وحطهم بالتلاج بدنا نبلش بعماية المتومة حطيت كوب من المي مع معلقتين نشا بدي حرقهم لحدية ما يجمدوا وحطهم عجانب ونكمل طريقة المتومة وهيك جمدات شايفين كيف لازم تكون بنخليها لتبرد مزبوط وبعدين بنكمل حطيت 3 دروستهم مدقوقين مع معلقتين من الخل ما بنكتر خل بس معلقتين بكفي مع نص كوب من الحليب البارد لازم يكون بارد شوية ملاح حسب الرغبة تبعتك بنطحنهم مزبوط يا بالهندبلندر يا بالخلاط الموجود عندك لحدية ما التومة تنعم معنا مزبوط بنعم التومة مزبوط مع الحليب والخل وبعدين بنحط للنشا اللي عملناه المهلبية بنحطها شايفين كيف لازم تكون مش جامدة كتير ولا طرية حطيت معلقتين لمون وبدي اخلطهم بنخلطهم شايفين كيف جمد قوامهم بننزل بالزيت الزيت تقريبا نص كوب من زيت القلي او زيت الزتون اللي بتحبيه بننزل فيه شوي 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 شايفين كيف القوام اتماسك معنا بنضلنا شوي نخفق فيه بعدين بنطفي عنه وهيك بتكون المتوة معنا جاهزة كتير طيبة ان شاء الله راح تعجبكم شايفين كيف قوامها طبعا قبل ما تنحط بالتلاجة بس نحط بالتلاجة كمان بتجمد اكتر بننحطها بالتلاجة ونكمل ان شاء الله عمايل الجاج ونبلش بعمايل الشورمة جبت الطنجرة وحطيتها على النار وحطيت بديت بدي احط الجاج بس لقيت الطنجرة لسه بردة فاستنيت شوي عبل ما تسخن لازم تكون سخنة عشان تعمل صدمة للجاج حطيت كل الكمية وغطيتها عشان ميت الجاج تطلع وتستوي الجاج مظبوط ما يضل عندنا ناي بس تطلع ميتها بكشف الطنجرة اللي غطاي عنها وبخليها تنشف زي هيك زي ما انتو شايفين وتتحمر شوي كمان مش بس تنشف ميتها بعد ما تنشف المية تبعتها بخليها شوي وبولع لها نتفت فحمة عراس الغاز وبحط بعد ما طبعا تستوى اعتقد انها استوت الجاج مظبوط بحط القزديرة وبحط الفحم وبدير عليهم نتفت زيت زتون وبكمرهم عشان طعم الفحم يجي بالجاج هيك حضرنا كل شي الجاج عندنا جاهز والبطاطا قليتها والمتومة فبدنا نبلش ان شاء الله بلف الشورمة زي ما انتو شايفين بجيب الشراكة وبحطها بقسمها نصين طبعا الشراكة كتير كبيرة بنعمل الرغيف ساندوشتين بتني طرفها عشان بدي احط المتومة عشان ما يدوب معي الشراك بحط بطاطا وبحط الشورمة اللي هي الجاج ممكن تحطي مخلى الاخيار معاها بطلع كتير طعمه زاكي ان شاء الله زي ما انتو شايفين هيك الطريقة بعملها كلها ان شاء الله برجع لكم بس اخلص كل الكمية في طريقة تانية ممكن تحطي خبز عادي خليني افرجيكم كيف بتجيبي نص الرغيف تبع الاشراك وتحطي كمان تفتح الرغيف برضو من النص وبتحط الامتومة فيه والبطاطا واللي بديك تحطي والجاج وباللفو نفس اللي لفناها اول بالاشراك العادي حطيت على القرل نتفت زيت وصفت الساندوشات وبعدين درت على الوجه برضو نتفت زيت وبدي اكمل استوى تبعها ممكن تعمليها بالفرن ممكن بالقرل اللي بديك اياه ان شاء الله وصفتي لهذا اليوم تعجبكم اذا اعجبكم الفيديو لا تنسون من لايك والشير ويعطيكم الف عافية